مرحب مرحب يا هلا السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ كوكي كوكي كيتشن عن نابا صحر رمضانكم ورمضان كريم مبارك يدخل عليكم ان شاء الله بالصحة ولهنا حبيت نطلع عليكم اليوم بفيديو نبارك لكم بمناسبة رمضان الكريم ونقول لكم ان شاء الله يكون رمضان هذا خير علينا اكل ان شاء الله يكون رمضان بالعبادة والطاعة والقيام والصيام ورب يقدرنا كامل اخترت اني ندخل عليكم بهذه الاجباء الرمضانية الرائعة اللي مديرتها انا عندي في الدار بما انه شهر رمضان شهر عبادة اكتر من انه شهر اكل وتبدير حبيت نشارككم فقط بعد المقتطفات حكا ونزيد نحفزكم معايا بيتشوفوا يومياتي في الشهر الكريم وكيفي نستغل وقتي كامل اهنا كيما راكم تشوفوا راني مشاعلة البخور الله الله ريحتو هايلا اه اجواء رمضانية بامتياز درتها انا الروحي كيما قاعدين تشوفوا هادو الفوانيس والبوجي اه اخترت اني ان نعتلكم الركن العبادة اه لي هي اه صلاة ونستغلوا يعني اكتر 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 وقت للصلاة والعبادة ولقراءة القرآن الكريم كيما تعرفوا اه اي عمل حسن ولا فرد رح يكون بسبعين اه لي مثله في الشهر الكريم يعني استغلوا هادي الفرصة وهكا نشجعكم وكل بها انكم تختموا القرآن اكتر من مرة لملا انا هادي الاجواء عندي فقط حبيت انشاركها معاكم قبل ما ندخلوا للمطبخ شهر رمضان شهر كريم مبارك يزورنا مرة في العام يعني شهر بيفوت استغلوه باقصى وش عندكم طي شو عليكم كلش واستغلوه في العبادة لان وربي سبحانه رح يغفرنا اكيد هنا تخلنا للكوزينة وبدينا نهارنا تاع الطياب انيا ندخل نص نهار للمطبخ اول حاجة درتها بديت بالشربة تيعي لكنت حطيتها لكم لغوثات بالتفصيل ما حبيت نشارك معاكم لجورني تيعي كامل كيفا عقبتها هنا كما راكم تشوفوا دوزينة شربة تيعي حطيتها حطيتها فلا كوكوت فقط حطيت طرفة تعلحم حطيت بصلة مرابيا حطيت كعبة تماطم ليزي بيس انا ليزي بيس ما نحطش يعني حطيت غل القصبر والتابريكا وحطيت الملح بالفلفل لكحل ونعناق وحطيت شوية تاز زيت والحمص ونحطهم الكل يتقلوا قبطي فوق ويتكتكوا امليح هنا من جهة جبت مغرف كبيرة معمرة طاعة تماطم كونسير في حليتها في طرف طعمة وهنا الفريك تيعي بعد ما غسلته يعني انا درت كاس غسلت الفريك وقطرته وخليته ينشف لهنا كيما تعرفوني انا بعد ما نحط البرمة تيعي تتقلى عفر تتقلى لي تخيبيا ومبعد رايح نحط معاها هدكة الفريك وحطيت تماطم حطيت كلش انا الفريك نحب نشوه وبرك بهي تدي النكهة تاع التوابل مبعد مرقت بالمسخون وطيشت هدك القرن تاع الحار مع البوكي قرنيه وخليت الشربة تيعي طابت على اقل من مهلها حتى نختارت كيما قاديين تشوفو فاها جات شربة الفريك ولجاري اخوي ترا الله يبارك جات تهبل هنا حطيت لها النعناه وشوية تاع الدبشة في اللخر وهدي هي الشربة تيعي الفريك وجدت من جاهة يعني وجدت لاباتا بيتزا حطيت زوز مغارف عفوا حطيت زوز كيسانتا فارينا حطيت ثلاثة مغارف كبار تاع زيت زيتونة حطيت مغارف تاع اللحظة مغارف خل كيما تعرفوني نحط فيها الخل لانه يلعب دور المحسن حطيت الملح وخلط كل شو ما عبعطاه ولاباتيس ليدرتها اختكم يعني الصيامة الله غالب انسيت لخل الخميرة اللي هي خميرة الخبز مغارف مع مغارف تاع السكر غزمة وانا خلط فيها ونتفكرها رحت نجري جبتها وكملت الميت بالما دافي بعديكا لعجنها كيما قدي نتوفو بح تحبو لاباتا تكون تلسق في يديكم عجنو 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 مليح ارجعها للريسيبيان وحطو لها شوية زيت زيتونة واقفلو علىها بابييفيرم وخليوها حتين تخمر الهنا تكوتى درت ماسيدوان كيما قدي نتوفو يعني هذي درتها لبرمي جوغ تاع غامدان فقط خلط كل شي مع بعضها درت الراوز درت السنارية درت الزيتون درت الطان اهنا ما درتش الماييس على خاطر ولدي ما يحبهاش درت فاها شوية تعفلفل حلو حبيت ندخل قيمة غدائية كيما قدي نتوفو خلطها بلا لعفيني غيت لها تشي يعني كل ما نستهلك منها نخلط لها شوية تاع مايونس وسيتوه هنا كيما قدي نتوفو حطيتها وحطيت هذا الساكل اللي هو على شكل قلب وحطيت لها شوية تاع مايونس يعني اديكو غراكم كل فنانات في السلطة وكل على بالي بيكم شطرات وكل واحدة تحط كيما جتها في خاطرها فقط انا سحنتها سلطة انا حرس انه دايما يكون متواجد في طاويلة تاع رمضان لانه معمر بالخضر ومدى بيا انا ولدي يوكل الخضر على قد مايقدر انا كيما قاعدين تشوفو درت ازره ديا بطراف بسباس لتا خاص تماطم كيما قاعدين تشوفو اوزين تبادوكا زيتونات وهدا هو الصحن تيعي تاع السلطة اللي هنا حطيت شوية تاع الطان وشوية سافر تاع البيض المهم تزيين يبقى لكم كل واحد ولوغو تيهو من جاها رح تعديت درت التحليه يعني تحليه اني نحرس نديرها توجوخ اه يعني مع اللي والبهت برد ببيعه هنيا درت تحليه برده اللي هي هالفلان كريم ديسار درت حطيت لتر تحليب حطيت زوز باكيات تاع فلان خمسين جرام تاع شوكولا حطيت زوز مغارف انشا ثلاثة مغارف تاع السكر السكر يقعد اختياري وحطيت زوز مغارف من هادي شوكولا الحليب ونخلط الخليط تاعي كامل مع بعضها بارد في بارد هنيا الحليب تاعي راح هو يعني كان في الكنجلاتور مادابش اصن بوخصان بقو فيه شوية تاع الحبيبات تاع القلاسان مماليش مع التحريك فوق النار راح يدوب كل شيء الهنيا يكي يبدأ الخليط اتقال راح ننحيه ونجير حطوه في لغامك هادما تاعها ستة بعشرين الف بيانسور نجبدوهم نستغلوهم يعني متخليوهم مش مخبيين كيما نعتلكم في الفيديو تاع لغامك ونصائح نحن مديتها لكم باهم ما يترتقو لكم شحطو هاديك لكويخ باكي تصبو الكريم دي سيخ تاعكم تضرب فيه ديركتما السخينة وتستحفضو على لغامك تاقب لحنا بعد ما بردولي دلت لهم تزين خفيف فقط بشوكولا وهاذو الوردات كانوا عندي زينت بيهم كاسيت لكويخ تاع الشوكولا وجاء كريم دي سيخ في منتهى اللدة هنيا اوسي درت عندي طريف 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 يعني من كل حاجة شوية تاع الدسار يعني قعد لي لميتو كل قصيتو حطيتو رح نديرو ثلاث دو فخوي وعندي شوية تاع الفخيز كيما تعرفوا الفخيز كون خلطوهم مع الفخوي تاعنا رح يسيبو لكو لغ تاحهم دونك هنيا حطيت كل حاجة وحدها هنيا حطيت غير مغرف تاع السكر مع شوية تاع الفخوي لي عندي كيما راكم تشاهدو نحاول نخلطها وندير شوية تاع الماء ازهر يعني متكة تروش حطيت غير شوية ونخلاها نغطيها لها ونخلاها اه تشرب من بعضها هديك النكهة تاع الفواكه وتسيب الماء تاحها بهات الشكل وهنا يعقصيت الفخيز وسي كيف كيف وحاطيت لهم غير السكر مدرت لهم حتى شي وخليتهم يسيبو النكهة تاحهم والما تاحها مدك جست مع السكر فقط يعني خليتهم واحد الساعة في الفرجيدر ومبعد رجعت لهم كيما راكم تشاهدو اهنا جبت اه لغام كانت علي راح نحط فيهم انا يا قدرت هادمه اه لغام كان صغار حطيت شوية تاع جينواز من التحت كانت عندي اه كايك بلوتو حطيت فوقوا هادوك لي فخيز ومبعد نحط لي فخوي لاخرين بها يديرو لي طبقات وما يدخلطوش مع بعضاهم بهات الشكل يعني نعمر هنا يا عادي توبينك تاعها الفخيز حاطيتو زينت بيهم الفوق وحاطيت كعبة تاع الفخيز فقط للتزين ودرت هادي سالات دو فخوي مع هاديك تحليه يعني يقعدو لي اه دو جوغ نوكلوهم اه دو جوغ وهدا هو الهرام كانت علي فخويتي بعد ما بردو جوا بطبقات جوا روعة ان شاء الله اه تعجبكم وتجربوه الان مروا للطبق الرئيسي طبق رئيسي تي هي البنات انا نديرو ادو جوغ يعني نديرو اليوم نوكلو منو اليوم وغدوه اه اخترت اني ندير كيمونية هنا شريط طرف تاع كيمونية كان خدمها الجزار ولا البوشري جديدة دونك جبتها اول حاجة وقدرت حاطيت شوية تاع زبدة وشوية زيت قليتها تري تري بيان وحدها حتى نسيبت معها وتشوه حتى ببيان لطنق هادا اريحا نضيف لها اه ضفت نص بصلة كبيرة مع زوزو الصوص تاعتو نشوحوا كل شي مع بعضاهم ليه حتى يدبالي هاداكها لبصل من بعد هنيا راحلي المقطع حاطيت مغرف صغيرة تاعت ماطم حاطيت الكمون ملح فلفل اسود وشوية تاع بابريكا وشوحتهم شوي مرقت بالماء السخون وحاطيت قرن تاع الحار وفقط ونخلاها تك تك حتى نحسوا باللي الكمونية تاعنا طابت هنا اختاروا نوع تاكمونية كيتحبو تشريوها شريوها ملاحة بتكونش فيها هاديك النسبة تاع الشحمة اختاروا يعني البوشي اللي تشريوه من عندو يكون اه دو تيقا كي ما راكم تشوفو بعد ما نشفتلي الاسوس ولبات وطابت الكمونية تاعي حاطيت لها شوية تاع الدبشة ولا المعدنوس ومغرف تاع الخل ما تنسوهاش وهنايا حاطيتها في طبق التقديم مع شوية تاع الباطاطا ونقول لكم شاهيدكم في الجنة ان شاء الله كي ما اسبق لي وقلت لكم انا نخدم عدو الجوغ يعني انطيب اليوم غضوة منطيبش وعلاه على خاطر مديرين حملة كبيرة ضد التبدير البنات التبدير راهو مش مليح التبدير يعني يدي للفقر هنايا ننصحكم عنكم طيب وغش غير جوست وش راح توكلو يعني متربيوش بعينيكم على بنا 1.9 يسخف مي انتي طيبي لكونت تيلي تسحقها انتي ولي متأكدة باللي تاكلها انتي وافرد العائلاتي عاك هنايا راني قادة ندير في الكسرة كي ما شفتو حطيت درت جوست على قد نازل خبزات هادمه يقعدولي عدو الجوغ كي ما قلت لكم انا متأكدة منروحي يعني وش ناكل انا وافرد الاسرة تيعي احنا عادت قليل في الدار ندير جوست وش يكفينا ويفض يعني متأكد بلي يفض ما يقعد لي حتى شي هكا بها من بتدرش ومن طيش نعمة ربي في لاب وبيل والحمد لله يا ربي من اللي تخل سيدنا رمدان انا من طيش تش خلاه 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 الكسرة ولا الخبز بليتو الخبزة يعني من شريهش ندير نهار بعد نهار الكسرة وهكا يعني من بتدروش ونحتفظوا بالماكلاتي عنا ونحتفظوا بالنعمة عربي على خاطر اللي طيش نعمة عربي رحي يجي نهار ويشتاقها دونك انا نصحكم اكل طيبو جست الحاجة اللي راكم رح تكلوها ومتطيبوش اطباق متحددة يعني طيبو 3-4 اطباق في نهار واحد وتقوها تطيش وباري اكزامبل غضوة متحبوش تكلوها لا الحاجة مش هاملاحة منصحكم شبه هادية اديو الشي اللي متأكدين انكم تكلوه وكيما تعرفوا الانسان منها لا حاليه ما يصرفش مصرف زي دي روحها كاكا يعني اللي على بلو بل رح يطيشوا في لابوبان يروح يصدق ويربح فيه الاجر لانه كاين عائلات كتار ما همشي قاعدين يفطروا يعني مش هم قاعدين يلحقوا على الفطر ولا حتى على هديك اللقمة لناس اخرى تتكبر عليها وطيشها هنا يا لبنات كيما شفتوا المراحل تاعة الكسرة هجنتها يعني الكسرة انا لازم نهجنها كو متكونش مهجونة متسماش عندي كسرة كيما تشوفوا حليتها وطيرتها في التاجين الوصفة بالتفاصيل يعني درتها في القناة كيهم كتار 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 اللي جربوها والحمد لله عجبتهم وعجبتهم طريقة حطيتها لكم مقادير مضبوطة يعني بالكيل نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف ارجعولو رح تلقيوها بالترسيل الممل اليوم حبيت فقط انطلاليكم ونسلم عليكم بما اني عندي ياسر ما بنشه القناة اعدروني لاني ما عادش عندي لطنبه نقدر نصور وندير منتاج عندي اولويات اخرى عندي لي كوماند قدر نخدم فيهم دونك ما نقدرش ندير كلش معا بعدها نوحدكم باللي كل سمانة ان شاء الله نحط لكم فيديو اذا قدرت اكتر وعلاه لا اذا ما قدرتش راني نطلاليكم من داك اهنا يا رجعت للبيتزاتي هي لا تكونوا انسيتاها دي قازيتها وفتحتها كيما راكم تشاهدوا جيت واحد لبيتزا لبنات جيت واحد لبيتزا روعة 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 انا يا بوكو بلس نديرها علاجة الولدي هدي لبيتزا يموت علاها اه لوجوخ هدا انا ما درتش بوراك مي طبعا البوراك احيكون حاضر معانا اه لي يوكلوا انطيبلوا لي ما يوكلوش ما انطيبلوش يعني لا للتبدير هنيا كيما قادين تشوفو حاطيت لها شوية تع فلفل تزيني قود اختياري يديروا الحاجة اللي يوكلها ولاتكم الحاجة اللي توكلها انطم كيما قادين تلاحظو حاطيت لها شوية تع فرماج والفرن يكون على اقصى درجة دخلتها خمس دقايق طبتلي جوزت من التحت ومبعد خرجتها حاطيت لها الف خوماج غابي بهات الشكل كيما راكم تلاحظو نربيع لها الفرماج على خاطر نوع تالفرماج ها داراني شاركتكم في الانستغرام اه ونعتلكم يعني لامارك وشي هي ننصحكم انكم تبعوني في الانستغرام لاني قادر نحط يومية اروعة ديروسات كذلك مش نيبارتاجي فيهم في القناة يعني يعني متواجدة تمة اكتر من اليوتيوب اهنا يا دابلي منبطقيقة الفرماج خرجتها وحاطيت لها الطن بيانسور وراح نقطحها وهذا هو الميني تاعي نهار اليوم اللي راهو مقسوم على دجوغ نتمنى ان شاء الله نكون اه كنت خفيفة دريفة عليكم ولا فيديو تاعي خرجتوا منو ولو اه مستفادين بحاجة صغيرونا ما تنسونيش بدعوة الخير ونتلاقيوا ان شاء الله في فيديو جاي ووصفات جديدة ونقول لكم صحة افطوركم وصحة صحوركم وصحة افطوركم وصحة افطوركم اشتركوا في القناة